السلام عليكم يا حبيبي و أهلا وسهلا بكم يا رب يكون الجميع دائما نبال في صحة و خير و رمضان كريم عالجميع و طبعا النهار دا آخر يوم رمضان أحب أقول لكم طبعا عيد سعيد و يا رب يكون عيد كده سعيد عالجميع إن شاء الله وبإذن الله طبعا دائما انتم تشاهدين كده أنا جايبا معي نوى التمر طبعا احنا بقى خرجين خلاص من شهر رمضان الكريم و طبعا أكيد كلنا كنا بنعمل تمر و قشاف والحاجات ديت فأنا طبعا كنت بقطع تمر فقلت خلاص تأخذ النوى بتاع التمر واستفاد منه بحاجة حلوة جدا و قفيت برضو حبيبي اللي في قناة عالم نوعات أتمنى يا رب اللي أول مرة يشوف قناة عالم نوعات أتمنى كده إنه يضغط على زر اللايك لو عجب الفيديو و كمان يشترك في القناة و اكتب لنا 3 تعليق حلو كده يقول إن هو فعلا أعجب أو استفاد بالوصفة اللي احنا نعملها النهاردة أو يعني الحاجة الجميلة جدا اللي معظم الناس اللي فينا بيحبوها و بيحبوا يشربوها دايما هو طبعا مشروب حنعمله عن طريق عن طريق اللي هو نوى التمر دوت نوى التمر ده جميل جدا و ستحان الله ربنا خلق لنا يعني عمل نزل لنا كل حاجة لها فايدة كل حاجة لازم نستفاد منها فطبعا أنا قلت ليه نوى التمر ما استفادش منه و زي ما نشايفين كده هو محروق شوية طبعا محروق حقول لكم ليه و مش محروق و متحمص هو متحمص والله عن طريق الشمس يعني هو عمل كده باللون ده عن طريق الشمس لأن أنا كنت حطه في الشمس لمدة يوم كامل اه تعالوا بقول لكم حنعمل ايه و حسنعمل ايه و ايه المكون اللي هيعملهن نوى التمر ده هو مكون كلنا بنحبه هو البن هيعمل لنا بن مصحون يعني بدل ما اشتري البن من برة بون الللوتي بقى غالي جدا بدل ما اشتريه من برة بتمن غالي دلوقت أنا هشتريه كسي البن اللوتي غالي جدا على فكرة دلوقتي أنا هعمله في البيت كده عادي جاهز يعني في البيت اول حاجة طبعا هتخسليه كويس انا جسلته كويس ونقعته في الشمس بمدة يوم كامل زي ما قلتلك بقى شكله معي بالشكل ده بعد كده هنعمل ايه بعد كده طبعا هتخد الحل الصينية دي زي ما هي كده ونقعته في الفرن لاني عايزة طبعا النوى ده تتحمص ويبقى معي كأنه متحمص كده لو انتي عايزة تحطيه على النار من فوق مش عايزة في الفرن مشكلة بس تهدي النار خالص عشان انا مش عايزة محروق انا عايزة بس يتحمص مش اكتر من كده باشي عندي اول خطوة هنعملها يبقى اول حاجة انا اخدت النوى الطمر غسلته كويس وبعد كده روحت نقعته في الشمس المدة يوم كامل ودبته النهار ده هوت هنروح بقى ايه حطه في الفرن بنفس الصينية دي كده اولي على الفرن يوثيبه وهدي النار خالص ويثيبه يتحمص براحته وبعد كده هتطلعه ونقول له وحاولوك ونعمل ايه بعد كده تابعونا تابعونا حبيبي انا كده خالص بعد ما حماست نوى الطمر في الفرن على النار هادية طبعا وهديت على النار خالص طبعا انه جبت المطحنة اضحن فيه يتقصر معي بسهولة خالص مش صعب على حاجة وده يبقى شكله بالشكل ده اهوات 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 شايفين دوت بعد ما اتتحن شايفين بقى عامل زي القهوة بالضبط وعايز اقول لكم كمان ان رحته جميلة جدا 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 اهوات يكون واضح قدامكم في الكاميرا شايفين بونه بالضبط يعني كمان لسه انا كمان هتحنه بقى في الكتب عشان يتتحن كويس اهوات يا رب تكونوا شايفينه اهوات يحميffentlichه اهوة نوى التمر الاصلية اهوات كيامortuneة اهوات نوى التمر الاصلية اهوة نوى التمر الاصلية اهواتيك تبدوا قبل نادوية يت spoon زي بقى هذا مفيده جد خلص زي بقى هذا una جهاز فسنت موجد مويده اهوات من جلب الدوت اهوات طمر الاصلية اهوات نوى التمر الأصلية هذا الصعب تبيب طلب اوهوة اصلية هي متن Behaz اهوات transactions اهوة الاصلية وتمة combinه تخشها عن القهوة اللي هي المخشوشة. اذا اقول لكم ان راحتها بسم الله ما شاء الله جميلة جدا نشوفي كمان ثبتت في ايدي هيت. راحتها جميلة جدا جدا و راحتها قهوة فعلا. انا طبعا بعد ما ضربتها كويس في المطحة في الكبه في ايد الهون ده. في الهون ده. ضربتها قد اضربها كده كويس لحد ما اتطحنت معي بس لسه ما اتطحنتش قوي. فيها حبيبات كده. اه فانا هاخدها دلوقتي في الكبه. وهذا حزارك من حاجة اوعي وهي لسه ما تضربتش كويس في في بتاع ايد الهون اللي معي ديت او الهون يعني ده. اوعي تحطيها كده على طول في الكبه مباشرة احسن الكبه بتاعتك تتكسر او يحصل لها اي حاجة. ماشي فلازم طبعا تدربيت لازم طبعا تدوقيها الاول كويس لحد ما توصليها بالشكل دوت كده معاك اهو ماشي شايفين اهوت بعد كده تقدر ان تضربها او تتحانيها في المطحة ماشي انا طبعا هتحانها بقى في المطحة وحننشرب الوقت احلى فنجان قهوة مع بعض من نوع الطور. ازاي كوا حبيبي ورجعت لكم من تاني واهلا مستهلا بكم. طبعا انا تحانت كده عايز اقول لك بقى ان دوت البون الاصلي فعلا مش بنى اي كلام ده البون الاصلي بقى معايا بالشكل ده بعد ما تحانته شايفين. وعايز اقول لك بقى ان الريحة جميلة جدا 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 الريحة فوق ما تتخيلي يعني بنى اصلي هتشربي بنى فعلا مزبوط بنى اصلي فعلا اه وراء هو بقى كده معايا هوت بعد ما اتتحان في المطحة بس طبعا زي ما قولتلك الاول هتدو اي الاول كويس بيدل هون شايف لو حطته كده كده زي ما هو كده في المطحة في الكبه بتاعتك ممكن تتكبه لكه درلاتك قصر او تحصل لها اي حاجة او تتحرق يعني اه فانتيت الاول كده لما يبقى معاك حبيبات كده دايبة تبدأ ان تحطيه في الكبه عادي تدربيه عادي ماشي حبيبي شايفين زي البن بالضبط ماشي تعالوا بقى نعمل الاحلى فنجان اهو مع بعض انا جايب الفنجان بتاعي هوت جايب الكنكة بالشكل ده ارابي بس نتكون باين قدامكم وكمان هعمل اي بقى اه هعير الاول اه مقدار الفنجان القهوة ده هحط فيه شوية ميا كده على قد يعني حسب ما انت عايزة ويأكن مثلا انا عايزة اقدي الحب دولت اهو يعني نصف الفنجان هحط كده في الكنكة بتاعتي اقدي نصف الفنجان بالشكل ده ماشي وبعد كده هبدأ ان انا احطي القهوة لانا اهو البن اللي انا لست عاملها ده احلى بن بصراحة وده العرب بيسموه البن الاصلي يعني هوت وعايز اقولوك ان رحته جميلة جدا 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 بن عملت بن في البيت من مافيش يعني بصراحة بنوا التمر اهو اهو رب تكونوا يكونوا واضح قدامكم اهوت هقدت معلقة بن بالشكل ده هوت معلقة بن بالشكل ده هوت معلقة بن حيث نصف الفنجان والسكر حسب الرغبة على زي ما انت عايزه هستفق والاقي هواهو بعد حلقت السكر هوتوا والثلاث معالي التلاث معالي تشفى معزراتا عندي ابرد وكده فاني امرش الشواء ظهز بعني النار مجدد نزع القهوة على النار نزع القهوة بالنار نزع القهوة على النار وزعلكم ونقلكم ان انا عملت اهوة كده تحفة اشتركوا من تاني حبيديو انا مساهلا ممكن طبعا ما عملت القهوة خلاصها هي وهسطبه قدري في الوقت بالشكل ده اهيه بجد فعلا هيبدأ احنا فرجان قهوة ممكن تعمليه طبعا هيبدأ جميل جدا مش هفيني المشي بتاعه بجد احنا فرجان قهوة انا فصراحة عملته بجد احنا فرجان قهوة جميل جدا اتمنى يا رب تكون ان الفيديو النهاردة عجبكوا استفادته منه اه هو حاجة بسيطة جدا يعني ان اعملت حاجة بسيطة خالص هو من نوع الكامر زي ما قلتلكم اه طبعا نوع الكامر هيعملك كمية حلوة جدا من البن ان شاء الله يعني لو عملت طبعا بنفس الطريقة اللي انا عملتها اه نهاردة اتمنى اكون الفيديو النهاردة عجبكوا استفادته منه وطبعا في ناس بقى بيحبوا يعملوها بحوجها فبيحطوا عليها حبهان فانتي شوفي بقى اللي اعجبك بس كبعا يعني حبيتها بديك الفكرة يعني انه فعلا نوع الطمر بيكون وفيد جدا وصحي وكمان مغزي وكمان لدول الخليج او العرب يعني بيولوا عليها طبعا اهوة نهاردة اصلية عشان هي بتاعلا بتكون اهوة اصلية و اهوة حلوة فعلا اهوة اصلية بجد يعني مش اي كلام اه وزي طبعا نهاردة معاكم زي وانت شوفتوها كده اتمنى يكون الفيديو النهاردة عجبكوا وفعلا مجربوها بترأيه نهاردة حتتلع معاكم حلوة جدا اه ونشوفكم يا رب على خير ويا رب تكون فكرة النهاردة عجبتكم وهي عمل للهوة بالنهوة التمر زي ما قلتوكم دي تبعا بتكون اهوة اصلية اه بتكون الهوة الاصلية يعني كمان يمكن احسن من احنا بنشتريها مبارا اه وطبعا كمان راحتها جميلة جدا متعموها بصراحة جامل جدا روعة اه جربوها وان شاء الله مش هتندمو ابدا دي اسمها اهوة نهوة التمر الاصلية بتكون فعلا الاصلية وكمان حب اقولك ان راحتها كمان بتكون مميزة جدا عياد راحتها بتكون حلوة جدا وميزة بالشكل ده هيت جاملة جدا والله جربيها ومش هتندمي ابدا وانا ما عملتش حاجة او اشتريت حاجة من بره كلها يعني مكونات من البيت اه اه استوى مطردش ان انا اشتري اهوة من بره اه اه جربي بقى اهوة نهوة التمر دي وكمان حب اقولك انه نهوة التمر ممكن تستفادي منه في تطويل الرموش اه بان انت تجيبي حبة او معلقة من اهوة ديات اللي اللي انا عملتها تجيبي منها معلقة تحطي عليها زيت خروع وتقليبيهم مع بعض وتحطي بقى على الرموش اه حب اقولك بقى اني بصراحة هتطولك وتكسفلك الرموش اه وانا كبان بستخدمها بصراحة في تتقيل برضو الحواجب اه بتتقل وتكسف الحواجب وكبان الرموش لاني كمان اصلا ديات حاجة طبيعية اه انا عملها قدامكم ومن حاجة طبيعية اللي هو نوة التمر عملتها قدامكم من نوة التمر اه اتمنى يكون فيديو النهاردة عجبكو واستفدتوا منه اه ماشي حبيبي وزي ما قلتلك لو حابة تعملي القهوة محوجة مفيش اي مشكلة ممكن تحطي عليها اه 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 زي ما قلتلك قبل كده اه ممكن تحطي عليها حبهان هتجوم جاملة جدا جدا اه اتمنى تكون فيديو النهاردة عجبكو وكمان القهوة كمان معي هي كاملة جدا وانا هشربها الوقت ان شاء الله اول ما في الفيديو اه اتمنى يكون فيديو النهاردة عجبكو وكله من نهوة نهوة التمر اه الاصلية اه اولوة التمر يعني جامل جدا نهوة التمر احتفظ به اه واخذ دينية عندك ازو ان احنا طلعين من رمضان يعني اكيد لست عندكو بلح او طمر يعني اه اتمنى يكون فيديو النهاردة عجبكو يا حبيبي اه اجربي الوصفة ديت او الفكرة ديت وانتي قاعدة كده في البيت ان شاء الله هتعجبك كتير و هتستفادي منها كتير حبيبي في اللايكات والشير والسبسكرايب و دي كانت احلى فنجان اهوة بصراحة انا عملته في حياتي كلها و هشربه دلوقتي و كمان احب بقولكو ان ريحة اهوة نهوة التمر الاصلية ديت ريحيتها بصراحة مميزة جدا جربيها بنفس الطريقة اللي انا عملتها بها ديت ان شاء الله مش هتندمي ابدا بس طبعا اهم خاطوة اهم نصيحة انا قبطيلك عليها في الفيديو وهي ان ان انتي اوعي تدربي النوى كده وهو لسه ما طحنتوش حتى ولو طحنة بسيطة اوعي تدربيه كده في الكبه على طول لان الكبه بتاعتك ممكن تقدر الله تتحرق او تتقصر انا بحذرك هوت عشان ما تقوليش ان انا استابع اه فانتي قبل ما يبقى يعني خلاص حمصتيها اه حتيها بقى في في اي حاجة عندي كده الهون او الهون اللي احنا كنت عاملة به دوت و ادربيها كويس يعني ادربيها كويس و بعد كده لما تلاقيها نعمة معاك يعني مثلا نعمة معاك خالص تبدأ ان تدربيها في الكبه ماشي هتطلعلك بالشكل ده اهو و دي طبعا قهوة احب اقولك ان رحتها جاملة جدا جدا و رحتها فوق المنتزة اتمنى تكون قهوة نوى الطامرة عجبتكو النهاردة الاهوة الاصلية و دي طبعا 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 او و دي طبعا و دي طبعا و دي طبعا و دي طبعا